اللي هو انا لو دست على الزرار ده كده بوم على طول امشلي كل مناطق السكوت مرة واحدة بص 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 خلاص هو خلاص لي كده كل حاجة هو كتب لي السكريبت بتاع الفيديو بتاعي انا ممكن اتكلم مع البرنامج في المساعد الشخصي الزكي برضو جوه البرنامج اللي هو في المورا كوبايلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هلا والله انا عمر عطالة وبصحبتي المشروب اللذيذ بتاعي والموضوع اللي هنتكلم عليه في الفيديو النهاردة هو غريب لذيذ طريف عجيب في نفس الوقت ميكس كده مشاعر مختلفة على شوية زكاء صناعي كتير بقى شوية حاجات كتيرة في الزكاء الصناعي تعاني احد المسؤولين في شركة واندرشير وتحداني في نفس الوقت قال لي بص احنا عندنا في المورا سيرتين منازلين فيه شوية مفيش حد مش هيحبها والزكاء الصناعي اللي دخل فيه موضوع المونتاج وخلى كمان ان ده سهل جدا لاي حد عايز يعمل المونتاج بنفسه يسجل شاشة يعمل دروس بنفسه يعمل الفيديوهات من سكريبت وفيس اوفر وكل حاجة بالذكاء الصناعي بنفسه بداية كده الطبيعي اللي لو احنا عايزين نبدأ اي مشروع مونتاج او نشتغل على فيديو ونخش على نيو برويجكت هنا كده ونحدد المكان بتاعنا على الجهاز ونحط الداة ونشتغل مونتاج عادي جدا زي زي اي برنامج بمونتاج بس الحاجات الجديدة اللي بنتكلم عليها زي الانستانت مود اللي هو تمبلت جاهز انت مجرد بس هترمي عليه الداة بتاعتك وهو هيحط لك الداة وينصقالك بالمسيقه بكل حاجة من الحاجات الجميلة برضو هي الاسكرين ريكوردر وده برضو من الحاجات الجميلة اللي بفضلها لبرنامج مونتاج في كل حاجة لاي حد عايز يعمل اي حاجة يعني اللي هو لو انا عايز اريكورد الاسكرين بتاعتي واخد الريكورد دوت لو انا بعمل شرحات او تيتوريال زي اللي انت بتتفرج عليه وزي اللي انا بعمله في الكورسات فبلاء ان انا محتاج اعمل للشاشة بتاعتي وفي نفس الوقت لو في اخطاء عايز افلتر الاخطاء دي اتعايز اشيل اي حاجة اضيف اي حاجة اقدر ان انا اعمل مونتاج على نفس البرنامج الحتة بتاعت ان انا عندي كل حاجة في نفس البرنامج ده بيسهل علي العملية جدا فلو دوسنا على كده بيفتح لك زي ما انت شايف كده بتاعك وتقدر انت تحدد كل الخصاص بتاعتك هل انت عايز الفول سكرين ولا انت تبدأ تختار جزء معين في السكرين وتركورد منه الستنج برضو هنا الموضوع بسيط جدا مجرد بس ما بتحدد كل حاجة الفرينبر ساكنت بتاعك الكواليتي بتاعتك كل الحاجات اللي انت محتاج عشان تركورد السكرين بتاعتك مش هتواجه اي صعوبة خالص الموضوع هنا يوزر فريندلي جدا اللي انا عايز بتركز معي فيه بقى الجزء اللي جاي ده عشان الجزء دوت يعني سحلني شوية معي اللي هو يا جماعة الموضوع بقى مقلق ويخوف في نفس الوقت يعني مثلا انت على بص معي الحتة بتاعته اللي هو AI Text To Video الموضوع هنا بكل بساطة ان انت بتعمل السكريبت بتاعك بتشرح البرنامج انت عايز الفيديو بتاعك يبقى ايه من الصفر ما عندكش اي داتة خالص بتشرح له انت عايز السكريبت بتاعك الفيديو بتاعك هيمشي ازاي والبرنامج بناء على السكريبت بتاعك او الدسكريبتش ان انت حطه بيبدأ يكون لك الفيديو صوت وصورة كل حاجة وده اللي فاجئني صراحة ومش هتفاجئ الواحد يبص معي كده فهنخش كده على AI Text To Video دي كده ونبص عليها فهنا بيقول لك ببساطة جدا اكتب لي الفيديو بتاعك عبارة عن ايه فانا ما عندش الملكة ان انا اكتب الدسكريبتشن او سكريبت الفيديو بتاعي برضو مش هسيبك كده قال لك بقى بص انت ممكن تجنريت الدسكريبتشن بتاعك من اللي هو جنريتت باي AI اللي هو انا اصلا كمان هخلي هو اللي يكتب لي التسكريبتشن بتاع الفيديو بتاعي هنتك على جنريتت باي AI كده وهنا بيقول لي نوع التكست بتاعك ايه فانا أخليها على اقول واحدة وتعاكي يقول لي هنا ايه التوبك بتاعك فانا مثلا هكتب ايه كار ريسنج هنا بيقول لي مور دي تيلز يعني يقول لي تفاصيل اكتر عن الموضوع بتاعك فانا انا برضو عايز يعني ايه اخذ كل حاجة اللي هو انا طمعان في كل حاجة في البرنامج فانا برضو ما عنديش الديتيلز الكافية عن الكار ريسنج او يعني انا دي سببني فيديو في تخيل كده فانا عايزه يديني زي انسبايريشن كده اقول لي مثلا الكادرات اللي ممكن اخدها ايه الافكار اللي ممكن استشفها في التصوير بتاعي في الايدت بتاعي واريني واريني فانا مثلا هكتب ايه سبيت كار ريسنج كومبيتشن فهاجي هنا تحت اقول له ايه جنريت تيكست وهسيبه زي ما انت شايف كده هو شغال مع نفسه بيبدأ ان هو جنريت بقى بالذكاء الاصطناعي بتاعه هو حطيلي كده بص 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 خلاص هو خلاص لي كده كل حاجة هو كتب لي السكريبت بتاع الفيديو بتاعي يعني انا مش هرجع وراء الرجل ما شاء الله عليه يعني مشكورا خلاص لي السكريبت في ثانية ثانية لا ثانية فهنا برضو عندي امكانية ان انا اعمل فيديو بتاعي فهاجي كده بص عندي اللغة بقى ودي حاجة برضو ممكن تكون مطلوبة عند بعض الناس ان انا عايز يبقى عندي الفويس باللغة العربية ولكن هي مش موجودة حاليا باللغة العربية ان انا اعمل فيس اوفر باللغة العربية ولكن البرنامج ممكن احاول الوجهة كلها باللغة العربية ويدعم اللغة العربية هنشوف ده ازاي وهنشوف برضو زي نقدر نستفيد من كل الخصاص بتاع البرنامج حتى لو باللغة الانجليزية واحنا بنمنتج على فيديو باللغة العربية فتعالك هنا مثلا نخلي الفويس اوفر بالانجليز زي ما هو وممكن تختار نوع الفويس يعني تسمع الفويس بتاعك هنا ايه خلاص كفاية وتختار برضو أبعاد الفيديو بتاعك هل انت عايزه بالعرض ولا بالطول كل اللي علينا هنا ان احنا نيجي عن تيكست تو فيديو زرار ده زي السحر كده اللي هو دست كده تيكست تو فيديو عمل لنا الفيديو بكل حاجة بقى جاب لنا الستوك فيديوز الفيديوهات اللي حطاها هنا دي استعام بيها وكمان الفويس أوفر وكمان في الاخر حطط لنا البيجروند ميوزيك يعني رجل مروع علينا من كل حاجة بس تعاك نشوف النتيجة اللي هو طلعها لنا تعاك نعمل بليه يعني هو من نفسه كده عمل القصة وده ان هو يكون عنيها الفيديو وده بناءا على الاسكريبت اللي هو الاي طلعه لنا فلو احنا عندنا الاسكريبت بتاعنا بقصتنا بكل تفاصيلها فالموضوع هنا هيبقى افضل بكتير والحاجة جميلة برضو في البرنامج هنا ان هو بيدعم اللغة العربية في الوجهة بتاعته كل حاجة فدي برضو من الحاجات اللي ممكن الناس محتاجها بوجه الخصوص ان انا لو روحت على فايل عندي هنا كده وجيت على بريفرانسز هاجي عندي فيه الجنرال اللانجوج بتاعت هنا هخليها بدل ما هي انجلش هنزل تحت كده ادور على الارابيك في هنا الارابيك دي اللغة العربية ولو دست عليها كده البرنامج تحاول كله اللغة العربية هدوس على تطبيق وده معناه ان كل الخصوص ممكن نكتبها باللغة العربية زي الفيديو اللي احنا لسا عاملينه مع بعض ده دلوقتي الفيديو دوت مكتوب تيكست وتحول ليه فيديو فالتيكست احنا كتبناه او الاي اي اي كتبه باللغة الانجليزية فاحنا برضو ممكن نكتب الاسكريبت بتاعنا باللغة العربية فدلوقتي لو انا عايز اكتب النص بتاعي اللي انا احاوله الفيديو بالذكاء الاصطناعي باللغة العربية هقدر ان انا اخش هنا ولا ان انا اقدر احط التكست بتاعي باللغة العربية هنا فرضا مثلا انا الفيديو بتاعي ده كده انا شايفه لذيذ ممكن ااجي هنا اصدره او اعمل له اكسبورت عندي من الجزء اللي هنا طبعا لو الوجهة باللغة الانجليزية فالتصدير هتبقى في الناحية اليمين هي بس الوجهة عشان غيرناها والحاجة الجديدة برضو في المرة 13 هي ان انا عندي ممكن اعمل الصورة المصغرة جوه البرنامج نفسه مش محتاجنا انا اروح اعملها في فوتوشوب او موقع خارجي او برنامج خارجي حتى الصورة المصغرة جوه البرنامج نفسه فلو جيت هنا تكيت على تحرير وتعالى كده مثلا نختار صورة من الفيديو بتاعنا هو هنا بيختار حاجات زي كده في الجنب باجي هنا وادوس على تحرير من تحت هنا كده بيبدأ ابعتني هنا على التعديل نفسه فانا هايز اربعيك�ه باتك PAR19 فزي ما انت تشايف كده هو اصلي الصورة بتاعتي وانا ممكن احرك الصورة اللي هي كانت العربية بتاعتي ممكن اخليها بالنحية دي و الكتابة بتاعتي طبعا انا مش عا Standard بいきا habid ப Becca Abrams بشكل كامل فانا كده بشكل بسيط وأسريع اقدر اعمل السيدق مقطع ذلك و among all is a poor actually حاجة كمانه وجميل جدا في انت ممكن تعمل similar to aives لchester. اللي هو انت بتقدر ان انت تعمل منتاج على الفيديو بتاعك من sıxs نفسه. فتعلا نسل منتجان هندوس عليها كده. وهنا بيقول لك اختار الفيديو بتاعك. فانا هختار الفيديو بتاعي ده كده. وهنا بيقول للغة بتاعت الفيديو بتاعك ايه? فانا عندي اللغة اللي باتكلم بها في الفيديو بالغة العربية. ولكن هو مش موجود عندي اللغة العربية هنا. فبرضه دي حاجة مش هتوقفنا. فيش حاجة توقفنا. فانا هسيبها زي ما هي على الانجلش وهدوس اوكي. وهنا بيبدأ ان هو يتعرف على الصوت بتاعي المتحدث في الفيديو. ويعمل له السابتايتل الكابشنز بتاعه. وحتى مناطق السكوت بيبدأ يتعرف عليها. وهي دي اللي احنا عايزينها. بعد اما خلصه وهنا كتب لي كل الكلام اللي تقال عندي في الفيديو زي ما انت شايف هنا كده في الجزء ده كده. ده الكلام اللي تقال في الفيديو. وطبعا هيبقى ادق لو انت الفيديو بتاعك اصلا من اللغة الانجليزية واخترت نفس اللغة اللي متحدثة في الفيديو. ولكن انا يهمني حاجة مهمة جدا هي زي ما انت شايف كده اول ما بقف عليها. بتنور كل اماكن السكوت اللي عندي في الفيديو بتاعي. اللي هو انا لو دست على الزرار ده كده. بوم على طول امشلي كل مناطق السكوت مرة واحدة. وخليه لي الفيديو متقطع جاهز ان انا بس هشوف الحاجات اللي عدتها فين. الحاجات بلايه على الفيديو بتاعي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو زي ما انت شايف كده هو بيحط على الفيديو كل حاجة مشكورة. انا والله انا عمر عطالة ومعايا المشروب اللذيذ بتاعي. فهينا المقصود بالتكست بيزد ايدتينج ان انا لو عندي جزء في بتاعي اللي هو لخصه لي هنا ده كده انا مش عايزه باجي هنا كده وببدأ اشيله بان انا بحدده كده عادي جدا وكل على دلوقتي ان انا لو ادست دليت بيبدأ يشيلهولي من فيديو بتاعي اساسا فدي برضو من الحاجات اللي سهلت تجربة المونتاج بشكل كبير جدا وبعد ما كده خلصت ومرضي بالنتيجة بتاعتي اجي هنا وهعمل اكسبورت تو تايم لاين وده هيعمل لي ان انا ايه بيفتح للفيديو بتاعي بعد ما اتقطع على التايم لاين بتاعي. دلوقتي بكل بساطة انا مسلا مش محتاج ان انا اعمل التاكست بتاعي دوت اللي هو مكتوب على الفيديو بتاعي من هنا ده. انا مش محتاج اتسبطيل اللي ده خلص فهقوم مازحه هنا من عندي ولو فيه حاجة محتاجه ان انا اشيلها ازودها ممكن اشيلها او ازودها او او محتاجة ان انا حط ا سواند ايف اس او احط اصلا تاكست على فيديو بتاعي قبل ان انا اضيف كل الحاجات دي عندي من الاجزاء اللي فوق هنا دي كده. وكل الحاجات اللي هنا بسيطة بساطة اللي هي الذي هو تشد وترمي. اللي هو لو مثلا انا عايز احط انتقاله مبين حاجة والتانية انا بس بعمل زوم ان على التايم لاين بتاعي كده بدوس كنترول وزوم بالبقرة بتاعة الماوس كده سكرول له قدامها وورا وعندي نقلة من هنا لهنا انا عادت حط لما بينهم ترانزيشن فممكن اشيل للترانزيشن ده كده شده ورميه هنا كده بيبدأ ان هو يحط لترانزيشن ما بين الفيديو هين دول وبص كده اللي حصل معي نقلة ما بين الفيديو والتاني والبساطة بتاعتها في فكرة الدرج اند دروب ودي بارضه من الحاجات اللي بتسهل تجربة المونتاج اما اللي رجعنا نبص على الحاجات اللي عندنا الباقية زي اللي هو من اسمها بيعرف اماكن السكوت بتاعت الفيديو بتاعتك فين فلو دوست عليها كده واختارت نفس الفيديو بيبدأ هنا يطلب مني شوية قيم في التحديد الاماكن السكوت والسنستيفيتي او الحساسية بتاعت السكوت فين والكلام فين بالزبط فخلينا كده ندوس اناليسيز ونشوف هيعمل لنا ايه فهنا زي ما انت شايف كده زي ما انت شايف كده بص 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 الكلام عددت لنا اماكن السكوت بص كده ركز معي اماكن السكوت باللون الغامي اماكن الكلام اللي فيها foreignersökم بتاع السكوت كده عالي سيبهالي باللون الفاتح وده معناанию ان انا هبدأ اشيل كل الغامي ده كده لو انا بعدي كده على بتاعي زي ما انت شايف كده بعدي على الوقر لقيت ان انا الموضوع مضبوط معي مش محتاج لنا غير حاجة في القيام اللي هنا دي كده فانا كده تمام جدا ومرضي بالنتيجة دي فهدوس برضو على اكسبورت تو تايم لاين دي برضو وتعالى كده بص معي شلي الساكتات كلها في كلمة في لحظة اما الاي اي كوبي رايتنج اللي هو زي ما انت شفت اللي وقت ان احنا كتبنا سكريبت حلقة او فيديو كامل عن طريق الاي اي اي او الزكاة الاصناعي هو هو نفس اللي احنا عملناه بس بقى من حاجاتك اللي فجأتني جدا بقى في الاي اي كوبي رايتنج دي كده تعالي ندوس عليها ان انا بس مش ممكن اكتب سكريبت لي الفيديو ان انا ممكن ايجي عندي مثلا اليوتيوب فيديو ايدياس ديت بس اللي عجبتني بقى فكرة ان انا ممكن احط هو يشوف كده بالزكاء الاصناعي ويعمل سرشاته كده على الانترنت ايه افضل عنواني اليوتيوب اللي تشد واللي عليها سرش كتير دارج في يعني هو بيعمل السرشات بتاعته ديت ولو انا مثلا عايز اعمل العنوان بتاع الفيديو دوت فانا هتكى عليك ده وهنا بيقول لي ايه سمرز يور فيديو كنتنت مش عارفين قل المحتوي بتاع الفيديو بتاعك ايه عشان اقول لك ايه افضل عنوان فانا هقول له في المورة 13 new features والاوبوت لانجوج هنا برضو من الحاجات الجميلة ان انت ممكن تعمله باللغة العربية العنوان بتاع الفيديو بتاعك انا عايزه باللغة العربية وهدوس علي generate وتاعك هنشوف هتطلع لي ايه افكار العنوان للفيديوهات بتاعتي افضل ميزات جديدة فيه في المورة 13 لتحرير الفيديو كل ما تحتاج معرفته عن ميزات في المورة 13 الجديدة طرق استخدام ميزات في المورة 13 جديدة بكفاءة في المورة 13 احدث تحديثات وميزات جديدة للمونتاج والله جميل العنوان ده اللي هو لو انا عايز اخد جزء محدد من فيديو عندي اوصل واحد واشتغل عليه وبرضو من الحاجات الجميلة جدا هي فكرة ان انا ممكن اعمل لو انا مسجل الصوت بتاعي على مايك خارجي والفيديو على الكاميرا على طول اقدر ان انا اسنك او اعمل تزامن ما بين الصوت اللي انا مسجله على المايك والصوت الكاميرا وبرضو عندي ان انا ممكن اعمل او تو ريفريميج ان انا لو عندي فيديو بالعرض اقدر ان انا اخليه بالطول وحاجة كمان في البرنامج من ضمن الحاجات الجديدة اللي اضافت فيه حاجة بقى ده اسمه زي كده سيري في الايفون والكسا المساعد الشخصي الزكي عندنا برضو جوه برنامج في المساعد الشخصي ازاكي برضو جوه البرنامج اللي هو في المورة لو دست على دي هنا كده انا ممكن اتكلم مع البرنامج لو انا مصلا عايز اعمل حاجة انا وش عارفت اتعامل ازاي يعني مصلا لو انا عايز اقول له ازاي ممكن ادخل الده بتاعت جوه البرنامج فهاجي هنا كده فيه ال شات ده ما بيني وما بينه وهاقول له مثلا ايه هوتو امبورد فيديو وايه هاتاك اي اي كده فبيبدأ هو ايه بيقول ازاي ممكن اعمل امبورت عندي اي حاجة في التايملاين بيقول لي تاكك على فايل وبعا كده امبورت ميديا عشان ادخل الميديا بتاعتي او طريقة تانية اللي هو بروجكت ميديا تاب اند كليك دا امبورت اريا تو تشوز فايل وهنا الطريقة التالتة اللي هو بيقول لي ايه سيمبلي دراج اند دروب شد ويرمي الداتا بتاعتك في التايملاين فتخش على طول ولكن جزء اخير ومهم البرنامج دوت مش مجاني تماما هو وفيه جزء كبير منه مجاني ولكن فيه بعض المميزات بتعتمد على الدفعة لازم تكون النسخة مدفوعة وده طبيعي جدا وبديهي جدا برنامج بقدم لك مميزات دي كلها وبالسهولة وبالروحة كبيرة جدا على الجهاز بتاعك البرنامج دوت خفيف جدا على الجهاز فطبيعي جدا يكون مدفوع وتعالى كان بص مع بعض على الموقع بتاع فيلمورة او واندرشير تليه عندك جزء فيه تجربة مجانية ان انت ممكن تنزل البرنامج بشكل مجاني وتستخدمه عادي جدا وطلع منه الفيديوهات بشكل مجاني وفيه عندك عروض ساعات بيعملوها عشان انا دلوقتي بصور فيه رمضان ففيه عروض رمضان وتعاكي نشوف الاسعار ده والتكين على اشتري الان هتلاقي ان انت عندك فيه ليسنز لمدة سنة بخمسين دولار خمسين دولار في السنة ودي اللايسنز الاكثر شهر زي ما انت شايف كده والفرق ما بينها وما بين اللايسنز ديت اللي هي بتمانين دولار في السنة هي عليها خاص من دلوقتي ده بيديك ترخيص دائم لكن ده لمدة سنة فانت بتمانين دولار بتاخد ترخيص دائم على طول ولكن الفرق ما بين اللي بسنة والمدى الحياة هو ان اللي بسنة كل سنة بيبقى فيه تحديثات او ترقيات للبرنامج فكل سنة انت بتدفع بتاخد التحديثات الجديدة للبرنامج اما لو انت اشتريت الترخيص الدائم فانت بيبقى معاك الترخيص بتاع النسخة اللي انت نزلتها فقط من غير تحديثات زي ما انت شايف كده بيقولك استمتع بتحديثات في المورة 13 فقط يعني لو نزل في المورة 14 و 15 مش هتقدر ان انت تعمل الابديت دوت انت عندك 13 بس هو المدى الحياة ولكن اجمالا اللي استشافنا من الموضوع ان في المورة مناسب لأي حد داخل مجال صناعة المحتوى ومحتاج حاجة سهلة وسريعة وخفيفة وفيها كل حاجة هو محتاجة او مش محتاجة او هيحتاجها بعدين في صناعة المحتوى هيلاقيها موجودة جوه برنامج واحد هكون برضو سيبلك موقع في المورة في الديسكريبشن في وصف الفيديو تحت لو انت عايز تنزل البرنامج لايك بقى والسبسكرايب على القناة شارك في القناة وفولو على الانستجرام حلو برضو الانستجرام هيعجبك يعني روق علي روق علي اخوك برضو ومستنيك ان شاء الله شوفك الفيديو الجاي انت مش غريب خلاص انت راجل صح مكان انا عمرو عطالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة